السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جناب السيد حياك الله سمح الشيخ العقيلي ربي حفظك حبيبي والله استفسر ان تسمحون لنا تفضل الشيخ العقيلي لماذا لم نجد في القتب الشيعية الأربعة المعتبرة أي أحد ينقل من كتاب نهج البلاغة هل كانوا لا يعتبرون بهذا الكتاب؟ عندنا أكثر من 44 ألف رواية في القتب الأربعة لم نجد ولا واحد منهم نقل أي شيء من نهج البلاغة يا الله أنت رجل شيعيا مسنس وعادك ليس شيعيا لا أنا موالي موالي أنا في الطريق أنا مصري أنا مصر وفي الطريق أنا عندي أكثر يعني كتاب الكافي كان مبوب لأبواب الإمامة كثير وروايات كان ممكن لو نقل من نهج البلاغة كان هيحل إشكالات كثيرة ليه فلو كان يعلم من الشريف الرضي كان يجذب وهو الذي ألف هذا الكتاب ونسبه لأمير المؤمنين عليه سلام الله عليه فاضح هذا إشكال غير المناصر يعني غير الإش؟ والمعتقد طيب ما أنا عايز حضره غير المناصر أنا فكر معايا سمحت الشيخ الشريف الرضي ولد سنة 355 هجريا والإمام علي توفية سنة 40 هجريا على ما جمع النهج ولا وزبطه ورتبه فيها أربع قرون مئات السنين يا سمحت الشيخ وحتى لم يذكر لنا المصادر اللي شمع منها لم يذكر لنا الأسانيد وبطر الأسانيد أليس هذا الرجل كذب؟ وهو اللي ألف الكتاب ونسبه الأمير المؤمنين يا شيخ العقيلة حضرتك ثائر وماشاء الله يعني بالله عليك ما تسيبني الواحدة كده يا شيخ العقيل أنت رأي حضرتك إيه؟ لا أنا بس اسمعني أنا أسمعك جيد يعني حياة كبير ولكن أنا أتأمل أحيانا ببعض الفضايات أنا اسمي رامي عيس الأخرى اسمي رامي عيس بل هو صوتك مو قريف علي طيب أنا سهلت عليك أتأمل بصوتك يعني طيب أنا سهلت عليك وهتعد تفكر مين ده ده مين مين أنا رامي عيسى أنا بقى عايزك تسأل نفسك يا شيخ العقيلة أدري لا سأقوب من حقك أن تشكر يعني هذا الإشكال يعني ومن حقي أنا أجيبه من حقي لا أجيبه بفضل وهذا أمر أمر مقفول الرد وعدم الردي على إشكالك هذا يعني هس أنت أكيد جني سجل الحضرت أكيد يعني لا والله وأنت الآن في بث مباشر يستمع إليك المئات يا شيخ العقيلة وأنا سأحترم رغبتك إن أردت أن تجيب إن أردت أن ترجع الإجابة لوقت آخر لا بأس لا لا أستطيع الإجابة الآن طيب شكرا لك شيخ العقيلة عندك تعقيب على شيء ولا خلاص شكرا شكرا لأفا سكر الخط الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله قالك لا أستطيع الإجابة على هذا الآن لأن فعلا كتاب مكذوب على علي فعلا نهج البلاغة كتاب كذب على علي بن أبي طالب وكل شوية يطلع لك واحد يشرح لك نهج البلاغة اتنين يشرح لك نهج البلغة ثلاثة يشرح لك نهج البلغة أربعة يشرح أحط فين تاني والكتب اللي وراية والمؤلفات ولا كتاب ولا خطبة فيها لها سنة الرجل الكتاب كتب نهج البلغة بعد موت أمير المؤمنين بمئة سنة مئة سنة إيه بس يا رامي عيسى مئة سنة إيه يا رب برسوفت مئة خمسة وخمسين سنة تولد فعلى ما كبر وقال خات خمسين سنة كمان يعني بمئة سنة ما بينه ما بين أمير المؤمنين أربع قرون نسألني يهديك يا شيخ العقيل هو قاعد يفكر بس مين المتصل سيب كل حاجة هو قاعد يفكر بس إن شاء الله يفكر في الكلام ويعلم أن الكتب الشعية الأربعة لم تنقل من نهج البلغة لأنه كتاب مكذوب على علي رضي الله عنه كان معكم يا رب ما يكونش عمالي حظر بس الأول خلنا شوف لا ما عماليش حظر طب من يشرح صدر رب الشيخ العقيل ثائر العقيل الحكم لك أيها الشعي العاقل